صباح المتنان لون السماء وضوء الصباح زهر الشبابيك فناجين القهوة والعصافير لكل الأشياء التي تمنحنا شعورا أفضل أسأل الله سبحانه وتعالى إنكم تكونون شاهدي لي لا علي لا علي اليوم بإذن الواحد الأحد لدينا موضوع صباحي نبقى نتكلم فيه قبل ما نبدأ كذا جي بحاجة تشربينها وانتي قاعدة تتفرجين علي ونبدأ كذا الموضوع على الطول طبعا زي ما تشوفون هنا اليوم قبل ما أدخل بالتفاصيل أنا قمت الصبح رتبت بيتي طبعا سارونا اليوم صديقتي صحت معاي بدري من الساعة ستة وربع لقيتها كذا صاحية معاي من صحيت الحقتني على الطول فبعد ما رتبت البيت ورح أبو سارونا للدوام طلعت أنا وب انتي كذا هي قاعدت بالغرفة ودخلت أنا أسقل حديقة وبعدين أدخل أسوي فطور لي ولها نفطر وبس والله هذا يعني التصوير البسيط اللي قدرت أصور لكم يا اليوم طبعا هذا الفيديو غير الفيديو اللي يبغى ينزل بالليل بإذن الله تعالى تعالوا خلنا ندخل اليوم على الموضوع اللي لازم أتكلم فيه صراحة وحس إن الموضوع مرة مهم إنه أسالف فيه هي آفة استفحلت أنا مني عارفة صراحة مني طلعتنا يلا كذا خلنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ اليوم كلامي متوجه للأم والأمهات والآباء المهملين والمهمينات نعم المهملين والمهمينات وأتمنى أنه هذا الفيديو يوصلهم لعله عسى الضمير عندهم ويوعى ويصحى أو بعض الأمهات الغافلات اللي مهم منتبهات الخطورة هذا الشي اللي هي بين قسين مصخرة الكافيهات إيش اللي قاعد يصير بالكافي أنا ما في داعي أحدد أنت يروحي بعد الساعة 12 بالليل فري أنت وزوجك أو أنت يولدك وشوف اللي قاعد يصير بالكافيهات بنات ما تعدوا 12 سنة ورجال حتى ما بلغوا لعشرين سنة لسه مراهقين قاعدين اللي في كافيهات ومع الأسف الطاولة عليها بنات وعليها رجال إيش هذا إيش هذا خافوا الله في أبنائكم خافوا الله في بناتكم ترى الحرية مو معنى هذا اللي قاعدين نشوفه ترى الحرية مو معنى اللي قاعدين نشوفه خلونا نربي بناتنا وعيالنا أنت ما تبغان تربي بناتك ما تبغان تربي عيالك حبسيهم عندك بالبيت ولا تربيهم ندخلينهم دخلاء علينا في هذا المجتمع إيش اللي بويفرند وصديقتها واحدة قاعدة مع صديقة واحدة قاعدة يعني البنت تصادق ولد إيش الشي الغريب العجيب اللي قاعدين نسمعه والشي الغريب اللي قاعدين نشوفه أنت ما عندك خوف على بنتك أنا يعني والله العظيم بتعجمع يعني بنتك للساعة 12 قاعدة بره البيت وانت يحط راسك هنا هل أنت تستحقين تكونين أم؟ يفترض يعني المفروض المفروض أنك تقدرين النعمة لرب العالمين عطاك إياها وانت كأب تقدر النعمة لرب العالمين عطاك إياها بنت وولد شايلين اسمك إلى الساعة 12 وساعة 1 قاعدين بالكفيهات حتى ما كملوا العشرين سنة إلى العقل الساعة ثم ما كمل ومع هذا تاركينهم ما تدرون عن شيء الأم لا هي مع صديقاتها ومكبر المخدة ونائمة والأب الاستراحات والله العظيم حاجة توجع القلب وشي يوجع القلب ترى الحرية والثقة مو من المبدأ اللي أنتم فهمينه هذه اسمها قلة حياء وهذه اسمها قلة أدب وهذه اسمها أهمال وعدم تربية إيش الجيل اللي تبقون تطلعون نيام من العهات البشرية هذه اللي حنا قاعدين نشوفها إيش الجيل اللي يبغي يطلع من تحتهم أنت لما تحسنين التربية وتربين الصح وأخي شيء يطلع الولد اللي يطلع الولد غير صالح أنت مبتلية لأنك أنت عملت اللي عليكي ومع الأسف طلع الولد غير صالح أنت مبتلية لكن أنت تتخلفين وتروحين ترمينهم بالكفيهات تحطيت بناتك في أحضان الرجال خافوا الله في بناتكم أنا مستغربة من البلادة ومن البرادة اللي قاعدين نشوفها ومع الأسف غيرك أنا ما أتكلم على أم سارة الحمد لله عندي بنت أنا أتكلم على لما أنت عيال تتمنى تكون أم صالحة تكون ربي ممتازة وما أنت أطفال يعني من كل قلبي من كل قلبي أتمنى أنه لهذا الأبناء ينأخذون منها وينعطون للأم الثانية عشان هي تربيهم ترى الأم يلي تخلف ترى الأم حتى اللي بيستر بالشارع يجيب حتى الحيوانات تكرمون ترى هم بتراها تجيب أبناء ترى الأم هي اللي تخلف الأم هي اللي تربي شوفوا العاهات اللي طلعت لنا باليوتيوب شوفوا النماذج البشرية الوصخة اللي طلعت لنا ليش ما بقول التربية كانت فاسدة قد يكون نفس الطفل فاسد لكن 80% بعد هداية الله سبحانه وتعالى تعتبد على التربية وكلكم راعوا وكلكم مسؤولين عن رعيتي شوفوا العاهات البشرية اللي قاعدة تنزلنا وقاعدة تطلعنا ايش هذا اللي احنا قاعدين نشوفه أنا والله العظيم لما أشوف عينات وصخة باليوتيوب من التعليقات اللي تجيني أقول في نفسي الله يرحم والله يعين الذرية اللي تبقى تطلع من تحت إيدك أنت كمربية إذا أنت كذا كيف خلق أبنائك قسم بالله العظيم حاجة توجع القلب وحاجة يندي يندي لها القلب بنت مراهقة وردة بعمر الـ 14-15 سنة ترمينها في كافي اتق الله يا مسلمة اتق الله يا مسلمة في بناتك اتق الله يا مسلمة في أولادك خافي الله سبحانه وتعالى في أولادك وبناتك وهذا كلكم وأنها تطلع البنت من عندها في لبس هذا كوم ثاني يعني أنت قاعدة والبنت تطلع عندك بعبايتها وانت شايفة هي وش لابسها واتخلينها تطلع كذا يعني أنا متعجبة أنا مستغربة أنا مطير عيوني هل أنتم فعلا مسلمات هل أنت فعلا مربية والله العظيم ما أنا عارفه واش أقول مناظر والله العظيم مناظر مخزية مناظر مخزية يعني أنا عارف أن الأم تخاف على أولادها أكثر من الأب ليش الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمك ثم أمك ثم أمك وإلزم رجلها فثم الجنة ليش لأن الأم هي اللي تربي الأم هي اللي تتعب الأم هي اللي تسهر الأم هي اللي تراقب الأم هي اللي تتعب هي اللي تولد ليش الأب مرة وحدة والأم كم مرة عادت لأن الأم هي اللي تتعب هي اللي تراقب هي اللي تسهر ترى الأم الأم ترى مو بس اللي تجيب لا الأم اللي تربي اللي تتعب اللي تسهر كل هذا الأم أنا أذكر أمي الله يا رب يعطيها الصحة والعافية والله أني أتكلم والعبرة بحلقي كانوا أخواني لما يتأخرون بالليل عن الساعة داعش أمي قاعدة بالعصة بالصالة تخيلوا قاعدة بالعصة لهم يقولون ما ننسى يوم ندخل نلقيها جافتها بالعصة بالصالة وأوقات كانت تضرب وأوقات كانت تضرب تقول الشارع اللي انجيت منه ارجع له ما في دخلها للبيت يوميا كانت تقعد لهم بالعصة يوميا كانت تقعد لهم بالصالة يوميا كانت وانتي بنت يا آدمية عارفة وش معنى بنت وانتي يا أب بنتك شعر واتشك تركها بالكافيهات إلى الساعة واحدة وثنتين ما تدري عنها شيء يروح السواق يجيبها وقاعدت لها بكافي حاطت لها شلة من الأولاد وشلة من البنات وقاعدت معاهم هل هذه أصلا عقلها اكتمل عشان ترسلها في مكان الحالة وآخر شيء نطاح الفاس بالراس تقعد تبكي يعني هل هذه أصلا التربية اللي انت قاعدة تربيها هل هذه قادرة فعلا على أنها تفتح بيت على أنها تجيب أولاد على أنها تربي القاع أزدحم القاع أزدحم أبغى كل أم تركب بالليل مع ولتها ومع زوجها وفرع على الكافيهات بالليل وتفرجي تفرجي على المسخرة اللي قاعدة تصير تفرجي على المسخرة اللي قاعدة تصير بالكافيهات تفرجي عليها وش لبس وش عطور وش مكياج يعني يعني أنا ما أدري خلونا ربي عيالنا عندك انحلال أخلاقي وعندك سوء تربية وعندك لا مبالا ولا أحمال وعندك أحمال خل عيالك عندك بالبيت بارك الله فيك خلنا ربي عيالنا زين خلنا ربي عيالنا زين ملينا من العاهات اللي قاعدين نشوفها هذه احفظي بنتك احفظي بنتك استري عليها استري عليها استريها استري بنتك باللبس اللي قاعدة تلبسه استري بنتك يا آدمية من يعرفها الغيرة ماتت وش اللي قاعد يصير فيكم استري بنتك ترى مو معنى انحنا عندنا كفيهات وعندنا ما أدري إيش معنى انحنا لازم نصيع لا لا ترى 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 حرية ميب كذا أبدا لما أطلع أنا مع صديقاتي أروح باحترامي أروح بأدبي لوقت محدد ولي أب ولي أم احترمهم ما أتخطى الوقت حقهم الساعة أشرب الليل وأنا في بيتي هذا اللي يعرفه لكن أترك بنتي أنا ما بغى تكلم أنا مريد أتكلم أباكم أنتم بس تطلعون بالسيارات وتشوفون المسخل اللي قاعدة تصير بس شايفين هذه القاعدة على الطاولة الصغيرة شايفين هذه سارة لو سلمت على الرجل خبصت راسها لو سلمت على رجل في شارع خبصت راسها ولو كلمها لرجل منبه عليها ما تلتفت نهائيا اللهم محارمها فقط عمانها وخوالها فقط لا غير ولا تخالتها ولا تعمتها ولا تلتفت بنظرها ولا ترد أنا معلمتها الحاجة هذه ولا تفعلها طبعا من الأكبار أنا ما أتكلم على الأطفال اللي تلعب معهم أنا أتكلم على الأكبار ومنبه عليها ما تسلم على أحد وإذا أحد نداها ما تروح وطول ما أنت قاعدة نزلي ثوبك نزلي الثوب تحت وما لبسها في ستان قصير ما لبسها شيء فوق الركبة واللي تحت الركبة لازم تحته بنطلون ولا تحته هيلهب مو علشان أنا أم معقدة عشان أنا أم أخاف على بنتي عشان الله سبحانه وتعالى يبقى يسألني على الأمانة هذه هذه أمانات خافوا الله بالأمانة اللي عندكم طرى ممكن تكون هذه بنتك عدوة لكي أو ولدك هذا عدو لكي يجي يوم القيامة ميشة ضدك يوم القيامة أمي ما ربتني أبوي ما رباني ما انتبهولي ضيعوني دشروني حنا محنا ضد خليها تروح كافية تبها تروح كافية خليها تطلقها ومو مع الحشرة حنا لا لا أبدا حنا نقول رقبيهم جيبي بنتك من الساعة 12 من الكافي جيبي ولدك من الساعة 12 واحدة من الكافيهات اللي هو قاعد بها وسهران فيها ما تدريين هو قاعد يدخن ما تدريين هو قاعد يغازل ما تدريين أحد ركب معا أحد بالسيارة ليش ترمون ولدكم ليش ترمون أبنائكم وبناتكم براث براث وصخة علشان أنت تنامين ولا عازم صديقات ولا قاعدة تابعين تابعين مشاهير السناب ارفقوا بحالكم ارفقوا ببناتكم شوي تكفون نبغى جيل واعي نبغى جيل واعي نبغى أمهات واعيات ونبغى أباء واعي نبغى جيل مستقيم يطلعنا ما نبغى العهات البشرية اللي قاعدين نشوفها من سوء الأخلاق نحمد الله العافية الحمد لله الذي عفاني مما ابتلا به غيري فضلنا على كثيرا من خلقه تفضيلة كذا كنت وصلت معاكم نهاية الفيديو متأكدا أن الفيديو مفيد ومتأكدا أن الفيديو له صوت رب جعلني خير مما يظنون واخفر لي ما لا يعلمون ولا تؤخذني بما يقولون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مع السلامة شكرا